تحدي الكرة أرسل خطاباً رسمياً إلى الكاف لتحدي الأفريقية الكورة القدم للاعتراض على موعد مباراة الإياب بين الزمالي كوليكت سبور إتشيدي اللي كان مباراة الإياب النهاردة المباراة الإياب هتكون إن شاء الله بحسب الكاف يوم 25 تحدي الكرة معترض على هذا الأمر عشان يوم 25 ده هيبقى في الأجندة الدولية هيبقى وسط المباراتين الوديتين اللي هيلعبهم منتخب مصر واتحدي الكرة طلب إن المباراة تكون يوم 30 المباراة زي ما تلكم يوم 25 ما بين 23 و27 ده مع أسكر منتخب مصر المباراتين والديتين وبالتالي اتحدي الكرة طلب إن المباراة تكون يوم 30 وطلب كمان إنه يتكفل بعملية الانتقال وإقامة الفريق الشادي لما يوصل مصر مشي بصراحة دايماً الكاف بيعمل حاجة غريبة دايماً يعني أجندة دولية بتحط فيها مباراة في دولة أبطال أفراج ما فيش كلام دا يعني ما بيحصلش في الكون يعني بس ممكن يحصل في الكاف بس بس دائماً يعني دائماً وبصراحة ما بيقيتش بشوفها تعنت للفرق المصرية أو لمنتخب مصر أنا بيقيت أشوفها إنه قلة مهارة إدارية اللي بيحصل في الكاف دا يعني مش إمكانيات إدارية جاية دا موسيقى